اسمي إلينة غير مسلمة أعمل كمعلمة شكرا جزيلا على هذه المحاضرة الشيقة جدا عندي سؤال واحد فقط أنا أجد أنه غير أخلاقي وهمجي أن يتخذ المسلم أكثر من زوجة واحدة ماذا تعتقد حول هذا؟ في الحقيقة أعلم قواعد ذلك ولكن أريد أن أعرف رأيك فيه وأنا أعتقد أنه إذا اتحد ديننا المسيحية والإسلام أظن أن المسلم يجب عليه اتخاذ زوجة واحدة الأخت سألت سؤالا جيدا جدا سؤالا مشهورا جدا سؤالا مهما جدا قالت أنها تظن بالنسبة لها أنه ليس من الأخلاقي أن يتخذ المسلم أكثر من زوجة وتقول أنه إذا اجتمع المسلمون والمسيحيون على هذه النقطة سيكون جيدا جدا ما أريده أنا هو أن نتفق ولكن نتفق على الحق وليس على الباطل القرآن أختي هو الكتاب الديني الوحيد على وجه الأرض الذي يقول تزوج واحدة فقط ليس هناك كتاب على وجه الأرض إقراء الكتاب المقدس إقراء الرماين الماهابارت الفيدا لا يوجد هناك كتاب ما عدا القرآن يقول تزوج واحدة فقط إذا قرأت نصوص الهندوسية ستجدين أن راما أبو شيرام كان عنده أكثر من زوجة إذا قرأت الماهابارت كريشنا كم زوجة كان له أربعة عشر ألف كان لديه ستة عشر ألف ومئة إذا قرأت الكتاب المقدس إذا قرأت الكتاب المقدس سليمان كان عنده سبعمائة زوجة وتبقى للكتاب المقدس إبراهيم كان عنده ثلاثة فبالنسبة للكتاب المقدس بالنسبة لليهودية والمسيحية يمكن للرجل أن يتخذ عدد الزوجات بلا نهاء أربعة خمسة عشرة آلاف بينما وضع الإسلام حد نهائيا يقول القرآن في سورة النساء الآية ثلاثة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة لذا فبالنسبة للهندوسية وبالنسبة للمسيحية تستطيع أن تتزوج عدد الزوجات الذي ترغب فيه واحدة خمسة عشر عشرين ألف بلا حد نهائي الإسلام يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة إذن يقول الإسلام تستطيع أن تتزوج أكثر من واحدة فقط إذا استطعت أن تعدل وحتى إن استطعت أن تعدل فأقصى عدده أربعة الآن لنحلل ماذا يقول القرآن القرآن يقول في سورة النساء الآية 129 ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل الميل لكن كثير من الناس عندهم اعتقاد خاطئ عن الإسلام أنه يجبر على اتخاذ أربعة زوجات إنه ليس من الإجباري أن تتزوج أكثر من زوجة إنه فقط مباح ولكن إذا تزوجت أكثر من زوجة ولم تعدل بينهم فأنت في مشكلة الآن لنفهم ما هي الأسباب المنطقية سأعطيك الأسباب المنطقية ثم إذا رغبت سنرجع للسؤال المضاد الآن السبب المنطقي لإباحة الإسلام لبعض الناس أن يكون لهم أكثر من زوجة الآن بشكل طبيعي إذا فكرتم يفترض أن يولد نساء ورجال بنسبة متساوية لكن إذا سألت أي طبيب أطفال أي طبيب أطفال سيقول لك أن جسم الأنثى يستطيع محاربة الجراثيم والأمراض أفضل من الذكر لذا يموت الأطفال الذكور أكثر من الإناث من الإناث ومع استمرار الحياة هناك موت بسبب التدخين موت بسبب أمراض أخرى مختلفة موت بسبب الخمور موت بسبب الحروب موت بسبب الحوادث هناك ذكور تموت أكثر من الإناث اليوم في عالمنا إذا بحثتم هناك عدد أكثر من الإناث في العالم مقارنة بالذكور هناك نساء أكثر من الرجال مع عدد دول قليلة من العالم الثالث مثل الهند التي أنا منها عدد الإناث فيها يقل عن عدد الذكور وهذا بسبب إجهاض الأجنة الإناث وقتل الأطفال الإناث إذا أوقفتم هذا الفعل الشرير إجهاض الأجنة الإناث وقتل الأطفال الإناث حتى في الهند سيزيد عدد الإناث عن عدد الذكور اليوم وفق الإحصائيات في نيويورك وحدها هناك أكثر من مليون أنثى زيادة عن الذكور في أمريكا وحدها هناك 7 إلى 8 مليون أنثى زيادة عن الذكور وفي ألمانيا وحدها هناك 5 ملايين أنثى في بريطانيا وحدها هناك 4 ملايين أنثى زيادة عن الذكور وفي روسيا أيضا 9 ملايين الله وحده يعلم كم مليون يزيد عدد الإناث عن الذكور حول العالم أفترض أنني أتفق معك نظريا أنه يجب على رجل الزواج من امرأة واحدة وصادف أن أختي تعيش في أمريكا والسوق متشبع أو أختك تعيش في أمريكا والسوق متشبع أي أن كل رجل وجد امرأة لنفسه سيبقى 7 إلى 8 مليون أنثى لم يجدون شريك للحياة الحل الوحيد لهؤلاء النساء الثمانية مليون أو السبعة مليون هو إما أن يتزوجن رجلا عنده زوجة أو يصبحن ملكية عامة سيقول الناس ملكية عامة ملكية عامة كيف ذاكر يا لها من كلمة قاسية إنها أكثر كلمة متحضرة يمكن استخدامها لا يمكن استخدام كلمة أفضل من ذلك إما أن تتزوج رجلا عنده زوجة أو تصبح ملكية عامة ليس هناك اختيار ثالث إذن الآن إذا نظرتي في أمريكا وفق الدراسات الأمريكية الأمريكي العادي يمر على معدل 8 عشيقات مختلفات قبل أن يستقر على واحدة هذا يعني أن البعض عنده 2 البعض 10 المتوسط 8 عشيقات مختلفات قبل أن يستقر على واحدة ويمكن أن يكون له العدد الذي يرغب فيه من العشيقات 11-20 لا مشكلة ولكن أكثر من زوجة رسمية واحدة لا يمكن احتمال ذلك وأسأل أي امرأة محترمة إذا أصبحت امرأة ما زوجة ثانية رسمية لرجل ستحظى باحترامها بشرفها ستحظى بحقوقها إذا أصبحت عشيقة لن يكون هناك شرف لن يكون هناك حقوق ستعامل باحتقار إذن الإسلام عنده حل لمشكلة البشرية اليوم في العالم هناك نساء أكثر من الرجال بالنسبة لي سمح الإسلام لبعض الرجال أن يتخذوا أكثر من زوجة لتعيش المرأة بعثة وإلا فإنه غير ممكن أنا أتفق معك أختي أنا أتفق معك أن المرأة لن تحب أن تتشارك بزوجها أنا أوافق أن المرأة لن تحب أن تتشارك بزوجها ولكن لا توجد امرأة في الظروف العادية تحب أن يتزوج زوجها امرأة أخرى ولكن الشريعة الإسلامية تقول لنسمح بخسارة صغيرة لمنع خسارة كبيرة المرأة المسلمة الجيدة الملمة بسيناريو العالم لن تمانع بخسارة صغيرة وهي المشاركة بزوجها لمنع خسارة كبيرة وهي جعل امرأة مسلمة ملكية عامة نعم أختي أنا قلت غير أخلاقي لأنه إذا اتخذت المرأة أكثر من رجل واحد فهي امرأة سيئة ولكن إذا اتخذ الرجل أكثر من امرأة فهو مقبول صحيح؟ هذا سؤال جيد جدا الأخت سألت أنه إذا اتخذ الرجل أكثر من امرأة فهو رجل جيد لا إذا اتخذ الرجل أكثر من زوجة فلا مشكلة ولكن إذا اتخذ أكثر من امرأة فهو رجل سيء مثل أمريكا الرجل عنده أربع خمس عشر عشيقات وكذلك في الهند فهو بذلك رجل سيء ولكن إذا اتخذ زوجة رسمية إذا قام بالنكاح إذا تزوجها وأعطها حقوقها أعطها مهرها أعطها وقت متساوي أعطها العدل إذن هو جيد ولكن الآن السؤال المضاد لما لا تستطيع المرأة اتخاذ أكثر من رجل هل هذا سؤالك؟ لماذا لا يمكن للمرأة أن تتزوج بأكثر من زوج؟ أظن لو زادت نسبة الإناث وقلت نسبة الذكور في هذه الحالة فإن الأمور ستنقلب تستطيع الإناث أن تتخذ زوجين أو ثلاثة هذا سؤال جيد جدا هو سؤال افتراضي أيضا لكن الإله العظيم خالقنا يعلم أكثر مني ومنك هو خالقنا والسبب لأن الله جعل المرأة الجنس الأقوى هي طبيا أقوى من الرجل هل تعلمين ذلك؟ أنا طبيب أختي طبيا تستطيع المرأة الحياة لسنوات أطول من الرجل نظن أن الرجل هو القوي جسديا الرجل هو الأقوى ولكن طبيا المرأة أقوى فتعيش مدة أطول العمر المتوسط للمرأة أطول من الرجل ببضع سنوات حتى أن عدد الوفيات أقل في أعمار الأطفال ونظرا لسؤالك الرئيسي أن الإسلام سمح بتعدد الزوجات أي يمكن للرجل أن يتخذ أكثر من زوجة ولكن لا يسمح بتعدد الأزواج أي أن تتخذ المرأة أكثر من زوج السبب هو أنه إذا أصبح لرجل أكثر من زوجة وولد طفل يمكن بسهولة معرفة من هو الأب ومن هي الأم ولكن إذا تخذت المرأة أكثر من زوج وولد طفل فيمكنك معرفة الأم ولكن لا يمكنك معرفة الأب فإذا ذهبت لتسجيل الطفل في المدرسة ما هو اسم الأب؟ يجب أن تعطيه إسمائي الآن نعلم أن العلم الطبي تطور بفحص الحمض النووي نستطيع معرفة الأب ولكن هذا الآن وليس في الماضي والإسلام صالح لكل زمان وهذا ليس السبب الوحيد إضافة إلى ذلك هناك أسباب أخرى الرجل بطبيعته شهواني أكثر من المرأة ثالثا الزوج يستطيع القيام بدور زوج لأكثر من زوجة أما المرأة لا تستطيع القيام بدور زوجة لأكثر من زوج لأنها تمر بالدورة الشهرية وهناك تغيرات نفسية متعددة فذلك يصعب عليها القيام بذلك بالإضافة إلى ذلك يخبرنا العلم اليوم أن الرجل إذا كان لديه أكثر من شريك جنسي وكان مخلصا لهم مثلا رجل لديه أكثر من زوجة وكان الجميع مخلصين لبعض فلن يصاب الرجل ولا المرأة بالأمراض الجنسية الانتقالية ولكن المرأة إذا كان لديها أكثر من زوج أو شريك جنسي فإن الأمراض الجنسية الانتقالية تظهر حتما ستصاب المرض وتنقله إلى الزوج إذن حتى طبيا ليس من الجيد للمرأة أن تحصل على أكثر من زوج آمل أني قد أجبت على سؤالك ترجمة نانسي قنقر